السلام عليكم مشاهدين الكرام ومرحبا بكم في عادة جديد من صارح جدا موضوع لنهار يوم يحيكون حول عمليات الإجهاد أو الإيقاف العلاجي للحمل هالإجراء الإصدار في الجريدة الرسمية رح يكون خاص بالمستشفيات العمومية خصوصا إذا كانت صحة الأم وحياتها في خطر مطوش عليكم تبقوا معنا كيف كان لي المواطنين في هذا الموضوع بالنسبة لي عملية الإجهاد إذا كان عندها سبب سبب رئيسي أو سبب يجعل من عملية الإجهاد أنها تكون مشروطة هذا ما يمنعش الإجهاد لماذا لسلامة المرأة؟ لأن المرأة على كل حال ربما قد تكون أم عندها أطفال آخرين قد يسبب عدم الإجهاد إلى ربما إلى وفاتها لهذا أرى أنه يكون شيء عادي إذا أجهضت المرأة من أجل الحفاظ على حياتها إلا حسب أنا عندي إلا حسب بانجير المرأة أنا عندي نورما أخويا أحنا ما نقدروش نديرو رأي شخصي أحنا نتفقوا معاوش يقولوا الفقهاء الفقهاء أنا سمعتهم يقولوا في حالة ما تكون المرأة في حالة خطر يجز لها الإجهاد والله أعلم عمد إجهاد هي دي جاء محرمة في الدين إسلام وحنا كي نشوفوا المرأة راي في وضع في الوضعية تحت تكون خطرة حنا نشوفوا وش يخرج على المرأة وأنا معا فكرة هذي بتاع الأفرط وفيتم أيداف في الوضع؟ أيداف في الوضع كي يكون المرأة في خطر أخويا فرمونا الإجهاد وي بسك الإجهاد ومليح المرأة في الأولى على الصحة تحلى سنتي تحلى مادة موصلة للإجهاد سك سوى هي سوى البيبي لانك فرمونا دي جاء البيبي اللي مور ميت الإجهاد باشت المرأة تلك المرأة تلك المرأة تلك الموت ولا سما في العمومية كشغول لي حاجة الدستور كي صادق عليها يبين سنصبح نعم يجب ان يقومون براية دستور وللا بشيء لا ينومني بشيء يجب أن تعتقد أنه تعتقد أنه يجب أن يتعلم على عبادة الأولى ومن ثم يتعلم على المنزل ولكن نتعلم على أماما لأني أكثر نقول أنه نأيد هذا القانون نأيده بصفة كبيرة ونقول فقط أنه إن شاء الله ما يقعد شقق قانون على حبر على ورق لأنه في اختراق للقانون يعني ممكن تصرع عندي ما شمعتها أنه خرج قانون ثم ما تصرع شفعل في البريفي نتمنى مع هذا القانون تكون فيها العقابة فالمجتمع ربما ننظر إليه من جانب السلبي لأنها تفشت وخرجت عن السيطرة لأن هناك أيضا هناك نساء تريدنا الإجهاض لأسباب ربما أخرى مثلا هناك المرأة العاملة ولا تريد أن تنجب مثلا أكثر من اثنين أو ثلاث أطفال وعلمت نفسها أنها حامل وهي لا تريد أن تحمل فتضطر إلى عملية الإجهاض فتضطر إلى عملية الإجهاض فتضطر إلى حسب الظروف لأنها تكون عملية عادية فتضطر إلى عملية عادية فتضطر إلى نيفيتي ومنها كثير من أجل فتضطر إلى عملية إجهاضة غير شرعية فتضطر إلى تحدث بل بل في المجتمع الجزائري فتضطر إلى رأي الدين ومن يكون مخالفة عليها كانت بين وبيني أخو وقالنا في الجريدة الرسمية وقال لك المرة تكون في خاطر وقال لك المستحسن يسمى الإجهاض لك حياتها أنا عندي حاجة بليها أقول لك على باسك في المستشفى العامة ثم ما يصراوش تجاوزات منهم بصاح الأفريق ينجموا يعودوا شغل تولي ويصراو تجاوزها ثم كيداروها في المستشفى العامة مليحة أنا ضد هذه الفكرة بصح كي تكون المرأة في خاطر أنا مع هذا القرم عملي أنه كنت عود مستشفى خاصة على بنا راح تولي كوارث وعلى بنا الأمور راه فيها منعرجات وإحنا فهمين يعني وش معينتها المنعرجات هو الأفضل تكون عمومية باش تكون يعني الإجراءات مرتبطة بالملف طبي بالشاهدة العائلية بالدفتر العائلي يعني تكون الأمور مقننة أفضل لأنه العيادة الخاصة إحنا نحترموا الخواص لكن نخافوا من هذه المنحات الإنحرافات والمنعرجات فقط يجربوا سعف المستشفى العمومية كيف تبدأ بس 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 ونبدأ باش يقول لي الجنراليزاشون العمومية والبريدي المؤسسات العمومية تخضع لسيطارات الدولة وتكون هناك عليها رقابة مشددة حتى أن الأخطاء الطبية أو مشابه ذلك أو الإدارية يكون فيها الجزاء العامل هناك أنه يفقد الوظيفة التاعه وربما يحول إلى مهام أخرى إيه كما قلوا حلالي فيها ربي الخير يجعلها خير هذه هي ولكن شفت هلوح المرأة من ناحية ذاك صغير تسلك إحنا على نمو وفقي في هذا القانون لكان يجيز الشرع هذا الأمر فنحن نقول نعم لهذا القانون وإذا كان يعارض الشرع فنحن نقول لا لهذا القانون اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة